موسيقى ويعطي الناس دون سؤال موقف زوجتيه من كرمه هجرته زوجته ماوية وأكسرت زوجته نوار من لومه كان صفوحا يغفر زلات قومه حفاظا على صداقتهم وكان يرى أن الحلم كفيل بدفع أزاهم كف نفسه عن المطامع وترفع عن الدنايا وكان يستحي من جاراته ويتعمد عدم النظر إليهن ومن صفاته أيضا الصدق الوفاء بالوعد يحب السلام يكره العنف متواضع متسامح وعفيف وحاتم القدوة والمثل عسى الأمة العربية أن تربي أبناءها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة سؤال وجواب السؤال الأول عرف بحاتم الطائي مبينا بمشتهر الإجابة حاتم الطائي هو شاعر جاهلي معروف من أهل نجد فارس جواد من قبيلة طيء مضرب المسل في الجود والكرم كان رئيسا مطاعا في قومه وشريفا مقصودا من معصريه وسيدا مهابا من ملوك عصره وأجداده جميعا سادة النجباء تزوج ماوية بنت حجر الغسانية والنوار بنت سرملة البحترية له ديوان واحد في الشعر ويكنى أبا سفانة وأبا عدي اللغويات نجد قسم من الجزيرة العربية بين الحجاز والعراق يشتهر بطيب هوائه وجودة نباته فارس أي ماهر في ركوب الخيل جمعها فوارس وفرسان جواد بمعنى سخي كريم مضادها بخيل شحيح جمعها أجواد أجاود أجاويد وجود طيء اسم قبيلة سكنت شمال الجزيرة العربية مضرب المثل المراد أنه كان نموزجا يقتضى به في الجود والكرم شريفا أي عالي المنزلة جمعها شرفاء وأشراف ومضادها وضيعا مقصودا بمعنى يتوجه إليه الناس لقضاء حوائجهم معاصريه هم من عاشوا معه في عصر واحد ومفردها معاصر سيدا مضادها عبدا وجمعها سادة وسيائد وأسياد مهابا أي معظما وجليلا والمراد مخشي الجانب مضادها محقرا ومهانا نجباء بمعنى كرام ومفردها نجيب وهو الفاضل على مثله في نوعه يقنى بمعنى يسمى السؤال الثاني حاتم الطائي شاعر جاهلي معروف فإلى أي قبيلة ينتمي وفيما كان مضرب المسل الإجابة حاتم الطائي فارس جواد من قبيلة الطي وكان مضرب المسل في الجود والكرم السؤال الثالث استحق حاتم الطائي أن يكون رئيسا مطاعا في قومه واضح ذلك الإجابة كان حاتم الطائي رئيسا مطاعا في قومه وشريفا مقصودا من معاصريه وسيدا مهابا من ملوك عصره وأجداده جميعا سادة نجباء السؤال الرابع بمن تزوج حاتم وبمكان يكنى الإجابة تزوج حاتم موية بنت حجرن الغسانية والنوار بنت سرمولة البحترية وكان يكنى أبا سفانة وأبا عدي السؤال الخامس بما استحق حاتم الطائي أن يكون رئيسا مطاعا في قومه الإجابة استحق ذلك لأنه كان بحرا يفيض عطاؤه ولا يغيض سخاؤه ولا يزمأ وارده ولا يمنع سائله اللغويات يفيض بمعنى يكثر ويزيد مضادها يغيض أو يقل يغيض بمعنى ينقص ويقل والمراد يجف مضادها يفيض ويكثر سخاؤه بمعنى كرمه وجوده ومضادها بخله وشحه يزمأ بمعنى يعتش ومضادها يرتوي وارده أي آتيه أو من ورده وجاءه جمعها وراده وواردوه السؤال السادس كان حاتم الطائي نموزجا يقتضى به في التكافل الاجتماعي دلل على ذلك الإجابة كان حاتم الطائي لا ينتظر السائل حتى يأتيه فحين يشتد القحط ويعز القرى في كلب الشتاء وتعصف الريح الباردة بأطناب الخيام ويزيد البرد من شعور الإنسان بالطوى حتى كرب يقضى عليه يدرك حاتم ما يقاسيه الناس فيرسل إليهم دون أن يسألوه ما يدفع عنه معاذية الجوع ويأمر غلامه أن يوقض نارا في بقاع من الأرض عسى السائل ليلا أن يهتدي إليها اللغويات السائل هو الفقير المستعطى جمعها سؤال وسأله ومضادها المعطي يشتد بمعنى يقوى ويزداد القحط هو الجدب واحتباس المطر وقلة الخير مضادها الخصب والنماء يعز بمعنى يقل وينظر القرى هو ما يقدم للضيف كلب الشتاء بمعنى حدته وشدته وجمع الشتاء أشته تعصف الريح أن يشتد هبوبها ومضادها تهدأ وتسكن وجمع ريح رياح وأرواح وأرياح أطناب الخيام هي الحبال التي تشد بها الخيام ومفرد أطناب طنب الطواه هو الجوع ومضادها الشبع كربة بمعنى قربة وقاربة يقاسيه أي كابده ويعانيه يدفع بمعنى يبعد ويزيل وعاديه بمعنى ضرر ومضادها فائدة وجمعها عواد أو العوادي غلامه أي صبيه والمراد خادمه وجمعها غلمان وغلمه وأغلمه بقاع مفردها بقعة وهي القطعة من الأرض والمراد أماكن السؤال السابع أوقد فإن الليلة ليل قر والريح ياموقض ريح صر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر اشرح البيتين بأسلوبك الإجابة يأمر حاتم الطائي غلامه أن يوقض نارا في بقاع الأرض لأن الليل بارد والريح شديدة البرودة فلربما يرى هذه النار شخص يمر قريبا منها فإن جلب الخادم ضيفا فسيعطقه ويجعله حرا اللغويات قر بمعنى برد أو بارد مضادها ساخن صر أي شديدة البرودة جلبت المراد أتيت بي السؤال السامن البيئة الصحراوية قاسية فما أسل ذلك في سكانها الإجابة كان الجوع ينهش الأمعاء وكاد الفقر يفتك بالبسطاء في بيئة صحراوية قاحلة وظروف مناخية قاسية مما أدى إلى قيام حروب ونزاعات مستمرة اللغويات ينهش بمعنى يعض ويخدش الأمعاء هي التي ينتقل إليها الطعام بعد المعدة مفردها المعى يفتك بمعنى يقتل ويهلك البسطاء المراد الفقراء ومفردها بسيط قاحلة بمعنى يابسة ومجدبة أو قفر السؤال التاسع كيف تصدى حاتم للجوع والفقر كمطلب إنساني في مجتمعه الإجابة قدم حاتم للسائل وغير السائل القريب والبعيد ما يحفظ عليه حياته أو يسد رمقه أو يروي غلته اللغويات رمقه الرمق بقية الروح وجمعها أرماق يسد رمقه أي ينقذه من الموت جوعا غلته أي شدة العطش وحرارته مضادها ارتواء وجمعها غلل السؤال العاشر تباين موقف كل من حاتم وزوجتيه ماوية ونوار في الإنفاق واضح ذلك الإجابة هجرته زوجته ماوية وأكسرت زوجته نوار من لومه وأطالت في عزله ورأت أن أهله وعياله أحق بما يعطيه الناس وهنا أخذ حاتم ينصح زوجته نوار بالإقلال من لومه قائلا لها مهلا يا نوار إن المال الذي أبقيه سيأخذه غير إذا مت ولن يبقى لي سوى سوء السناء اللغويات هجرته أي تركته وقطعته ومضادها وصلته عزله أي لومه ومعاتبته ومضادها عزره مهلا أي رفقا ومضادها عجلا السناء هو المتح مضادها الزم وجمعها أسنية السؤال الحادي عشر لما كان حاتم يغفر زلات قومه الإجابة كان حاتم صفوحا يغفر زلات قومه استبقاء لودهم وحفاظا على صداقتهم وهو في سبيل ذلك قد شق على نفسه وكلفها فوق طاقتها ولكنه يدرك أن الحلم كفيل بدفع أزاهم اللغويات صفوحا بمعنى متسامحا أو كثير الصفح زلات أي هفوات وسقطت مفردها زلة استبقاء أي حفظا ومضادها تضيعا ودهم أي حبهم ومضادها كرههم وبغضهم استبقاء لودهم أي طالبا لبقاء محبتهم والمراد حفاظا على محبتهم شق بمعنى أجهد وأتعب مضادها أراحة كلفها بمعنى حملها الحلم هو الأناه والعقل وضبط النفس مضادها الطيش والسفه والحمق وجمعها أحلام وحلوم كفيل بمعنى ضام وجمعها كفلاء السؤال الثاني عشر ما الدليل على أن حاتما كان يشق على نفسه ويكلفها فوق طاقتها الإجابة الدليل على ذلك أنه كم من مرة سقت سمعه كلمة قبيحة من شخص فأعارها أذنا صماء تنزيها لنفسه وتكريما لها اللغويات سقت سمعه أي عنفته بصوت حاد أعارها أي أعطاها صماء أي مزدودة لا تسمع صلبة مصمطة مذكرها أصم وجمعها صما وصمانا وصموات تنزيها أي إبعادا وحفاظا ومضادها تدنيسا السؤال الثالث عشر تحلى حاتم الطائي بصفة العفة واضح ذلك الإجابة كان حاتم عفيفا عفى عن كل ما يشين وكفى نفسه عن المطامع وصانها عن فعل الدنيات اللغويات عفيفا بمعنى ممتنعا عن الحرام مضادها فاجرا وفاسقا جمعها أعفة وأعفاء عفى بمعنى كفى وامتنع يشين بمعنى يعيب ويقبح مضادها يزين كفى بمعنى منع المطامع ما يطمع فيه ومفردها مطمع الدنيات هي النقائص ومفردها دنية السؤال الرابع عشر دلل على شدة حياء حاتم الطائي وحفظه لحرمة جاراته الإجابة بلغ من استحياء حاتم من جاراته وحفاظه على شرفهن وعدم خدش حيائهن أنه ما مر بإحداهن إلا وتغافل أو تعامى وكأنه لا يراها أو لا يعرفها اللغويات استحياء بمعنى خجل واحتشام مضادها تبقح خدش حيائهن أي جرح خجلهن واحتشامهن تغافل بمعنى تعمد الغفلة ومضادها انتبه تعامى أي أرى من نفسه أنه أعمى العينين وليس به عمن السؤال الخامس عشر لما كان حاتم يتغافل ويتعامى عن جاراته الإجابة حفاظا على شرفهن وحتى لا يخدش حيائهن السؤال السادس عشر إنعكس صدق حاتم على أقواله وأفعاله واضح ذلك الإجابة الصدق من فضائل الكريم اللازمة وحاتم الطائي كان إذا حدث صدق وإذا وعد أوفى بوعده فالكريم حريص على سمعته والإنسان رهن بأعماله اللغويات فضائل مفردها فضيلة وهي الدرجة الرفيعة من حسن الخلق مضادها رزائل ونقائص اللازمة بمعنى الملازمة والمصاحبة مضادها المفارقة سمعته أي صيطه وذكره الحسن رهن أي مأخوذ مرتبط وجمعها رهون ورهان السؤال السابع عشر حاتم الطائي رجل سلام فما دليل ذلك من الدرس الإجابة حاتم رجل محب للسلام في عصر اتسم بالقوة عصر لا تكاد الحروب فيه تتوقف وأوشكت القبائل أن تتفانى فاعتزل حاتم حرب الفساد التي سقط فيها خيرة قومه ونزل في بني بدر لأنه كان يكره العنف ويعزف عن الشر وكان ينصح ابنه عاديا قائلا إذا رأيت الشر يتركك فاتركه اللغويات اتسم بمعنى اتصف تتفانى بمعنى ينهي بعضهم وجود بعض في الحرب أو تتقاتل اعتزل أي بعد وتنحى مضادها اتصل واختلط يعزف بمعنى ينصرف عن ومضادها يقبل على حرب الفساد هي حرب قامت بين قبيلتي الغوث وجديلة واستمرت 130 سنة وقد سمي الزمن الذي وقعت فيه بزمن الفساد السؤال السامن عشر بما اتسم العصر الذي عاش فيه حاتم الطائي وما الدليل وعلى ذلك الإجابة اتسم العصر الذي عاش فيه حاتم الطائي بالقوة فلا تكاد الحروب فيه تتوقف وأوشكت القبائل أن تتفانى السؤال التاسع عشر بين موقف حاتم الطائي من حرب الفساد ولماذا؟ الإجابة اعتزل حاتم الطائي حرب الفساد التي سقط فيها خيرة قومه لأنه كان يكره العنف ويعزف عن الشر السؤال العشرون بما كان ينصح حاتم الطائي ولده عاديا؟ الإجابة نصحه بقوله إذا رأيت الشر يتركك فاتركه السؤال الحادي والعشرون استحق حاتم الطائي أن يكون الكريم بلا منافس فلماذا؟ الإجابة كان حاتم الطائي سيدا في قومه مرموق المكانة ولكنه متواضع لا يتيه ولا يرى نفسه فوق الناس وليس من العسير أن يمتاز رجل بالجود وآخر بالعفة وسالث بالصفح والتسامح والتواضع لكن من العسير أن تجتمع كل هذه الشمائل لرجل واحد فإن اجتمعت له فهو الكريم بلا منافس اللغويات مرموق بمعنى معروف ومشهور مضادها وضيع وحقير مرموق المكانة أي زو منزلة عالية يتيه بمعنى يتكبر ويتباهى مضادها يتواضع العسير بمعنى الصعب مضادها اليسير السهل الشمائل بمعنى الصفات والطباع والأخلاق مفردها شميلة السؤال الثاني والعشرون أذكر أهم مكارم الأخلاق التي تعكس ملامح شخصية حاتم الطائي الإجابة كان كريماً يعطي دون أن يسأل كان صفوحاً يغفر زلات قومه كان حليماً يدرك أن الحلم كفيل بدفع الأزى كان عفيفاً يعف عن كل ما يشين كان قنوعاً يكف نفسه عن المطامع كان حيياً لا يخدش حياء جاراته كان صادقاً فإذا حدث صدق كان وفياً يفي بوعده كان محباً للسلام اعتزر الحرب وابتعد عن الشر وهو سيد في قومه مرموق المكانة ولكنه متواضع لا يتيه السؤال الثالث والعشرون ما الذي يطلبه الكاتب من الشباب والأمة العربية؟ الإجابة يطلب الكاتب أن يقرأ شباب العرب سيرة أرباب القيم وزوي مكارم الأخلاق حتى يتحلوا بهذه الصفات وأن تربي الأمة أبنائها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة اللغويات سيرة بمعنى تاريخ حياة وجمعها سير أرباب بمعنى أصحاب مفردها رب مكارم بمعنى محاسن مضادها مساوئ مفردها مكرمة وهي فعل الخير الرفيعة أي العالية القدر والمنزلة ومضادها الوضيعة النبيلة بمعنى العظيمة الشريفة بعض مواطن الجمال التي وردت بالموضوع كان حاتم بحرا تشبيه لحاتم الطائب البحر وسر جماله التوضيح يدفع عنهم عادية الجوع استعارة مكنية حيث صور عادية الجوع بشيء مادي يدفع وسر جمالها التجسيم الجوع ينهش الأمعاء استعارة مكنية أخرى حيث صور الجوع بحيوان مفترس ينهش الأمعاء وسر جمالها التجسيم عارها أذنا صماء كناية عن عدم الالتفات للكلام القبيح وتجنب سماعه وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم أبناء وبناتي طالبات وطالبات الصف الأول السنوي قدمت لكم تلخيصا لموضوع مكارم الأخلاق وحاتم الطائي على هيئة سؤال وجواب كانت معكم دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته